وكالة رويترز عن مصادر عسكرية محلية أن الجيش الأمريكي قصف اليوم الخميس عدة أهداف في مدينة الميدين السورية في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران وقالت المصادر إنما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من جماعة مسلحة متحالفة مع إيران قتلوا عندما استاذفتهم طائرات هليكوبتر أمريكية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة الصواريخ في البلدة الوقاعة على الضفة الغربية لنهر الفرات ضربت ضربتها ليأتي الرد عاجلا بعد يوم على إعلان الجيش الأمريكي استهدافه عددا من القواعد المرتبطة بإيران في سوريا يعود ليعلن قتل عناصر على صلة بطهران وتدميره ثلاث سيارات ومعدات عسكرية إثر استهداف موقعين أمريكيين شرقية البلاد بضربات صاروخية أسفرت عن إصابة عدد من الجنود متنصرة من الحكاية تنفي طهران أي ارتباط لها بهذه الجماعات وأن هذه الردود والضربات ليست سوى انتهاك للسيادة السورية لا الإيرانية يسجل بايدن اليوم ثالث ضرباته العلنية على مرافق ترتبط بإيران في سوريا وفق الإعلان الأمريكي منذ توليه سدة الحكم ضربات يعزز بها نشاط قواته هناك التي بلغ عدد مواقعها ثمانية وعشرين بحضور يزيد عن الألفين مقاتل حسب إحصاءات معلنة عام 2017 تنتشر هذه القوات من شرق نهر الفرات وصول إلى الشمال السوري بل قرب من حقول رميلان النفطية وتتوزع في الحسكة ودير الزور بما يشكل شبه طوق يحيط بمنابع الطاقة السورية الحضور الأمريكي في سوريا بحسب المسؤولين بدأ لضمانة عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وهزيمة تنظيم الدولة بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة الإيرانية في البلاد هذا الأخير يعزز نظرية أن ذاك الطوق الأمريكي يستهدف أيضا تقييد حركة الفصائل التابعة للحرس الثوري الإيراني لا نريد صداما مباشرا مع طهران هذا ما تكرره واشنطن بينما تنفيه الأفعال والوقائع على الجغرافيا السورية قالت القوات الروسية أنها قتلت أكثر من 200 جندي في قصف على محطة قطارات في مدينة تشابلين بوسط أوكرانيا في حين أعلن الرئيس الأوكراني فرودي ميرزيلانسكي ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الروسية التي استهدفت محطة للقطارات إلى 25 قتل الصمت هنا أبلغ فهول الصدمة وركام البيت المتناثر سلبى هذا المواطن الأوكراني القدرة على التعبير أمام ما خلفه قصف صاروخي استهدف محطة قطار في تشابلين شرقي أوكرانيا تقول كييف إن مصدره الجيش الروسي لم نكن في المنزل سمع الجيران طلقات نارية ثم اتصال بأحدهم قال لي إن هناك انفجارا بالقرب من منزلي دمر المنزل وهذا هو الوضع الرئيس الأوكراني أعلن عن عشرة القتلى والجرح وخسائر مادية طالت محطة القطار ومحيطها متواعدا بمحاسبة من وصفهم بالغزاة واستمرار المواجهة مع روسيا ستستمر عمليات البحث والإنقاذ في محطة السكة الحديدية وبالتأكيد سنجعل المحتلين يدفعون ثمن أفعالهم سنترض الغزاة من أرضنا قصف آخر استهدف مناطق مختلفة في إقليم دونتسك والمتهم هذه المرة القوة الأوكرانية بيان الدفاع المدني التابع للانفصاليين الموالين لروسيا في الإقليم أعلن سقوط قدائف للجيش الأوكراني على مباني بينها مركز تجاري التصعيد الميداني في أوكرانيا تزامن مع حزمة دعم عسكري أمريكي هي الأضخم منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا أعلنها الرئيس الأمريكي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تضم أسلحة متطورة البنتاجون قال إن المساعدات العسكرية لكييف تشكل رسالة إلى الرئيس الروسي ويبدو أن تبادل الرسائل بين واشنطن وموسكو سيطول وستطول معه الحرب في أوكرانيا ليس المدنيون وحدهم ضحاياها بل باتت تجر من ورائها أزمات دولية تتولد كل يوم أمر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين الجيش الروسي بزيادة حجم قوات البلاد المسلحة بمقدار 137 ألف وسط عمل عسكري لموسكو في أوكرانيا لم يوضح مرسوم بوتين ما إذا كان الجيش سيعزز صفوفه من خلال تجنيد عدد أكبر من المجندين أو زيادة عدد المتطوعين أو استخدام الاثنين معا وقال الكريملين أن الجنود المتعاقدين المتطوعين فقط هما يشاركون فيما يسمى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا رافضا المزاعم القائلة بأنه يفكر في تعبئة واسعة قال الشركة الطاقة النووية الأوكرانية أنيرجواتوم أن المفاعلين الأخيرين العاملين في محطة زابروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا أصبح غير متصلين بشبكة الكهرباء الأوكرانية وذلك بعد أن دمرت حرائق كانت تشتعل على مسافة قريبة خطوط الكهرباء العلوية وتابعت أن منظمة الأمن بالمحطة تعمل بشكل طبيعي والعمل جار على إعادة ربط أحد المفاعلين بشبكة الكهرباء الآن إلى كييف سينضم إلينا من هناك مرسلنا محمد الزاوي وأيضا سيكون معنا من موسكو مرسلنا محمد حسن من كييف نبدأ محمد هل اتضحت حقيقة أو تفاصيل أكثر بخصوص القصف الذي استادف محطة القطارات في تشابرين بأوكرانيا والقتل هل من المدنيين كما تقول أوكرانيا أم من العسكريين كما تقول موسكو طبعا بدر لا يمكن التأكد من هذا منذ بداية الحرب في مختلف الأحداث والضربات الجوية التي شنتها روسيا على عدد من المواقع المدنية لدينا روايتين مختلفتين تماما على غرار هذه الرواية الأخيرة بخصوص الاستهداف الروسي لمحطة القطارات في بلدة تشابرين التابعة لمقاطعة دنيبر في شرق أوكرانيا السلطات الأوكرانية تؤكد بأن 25 من المدنيين وتؤكد على كلمة المدنيين لقوا حتفهم في هذه الغارة الجوية التي استخدمت فيها القوات الروسية نظام إسكندر من بين القتل طفلين كما تقول السلطات المحلية ولا وجود لأي جنود أو عسكريين في هذه المحطة أثناء قصفها من قبل القوات الروسية هكذا تقول الرواية الأوكرانية الرواية الأوكرانية والجانب الأوكراني يصر على أن هناك استهداف حقيقي وعملية تخويف أو إرهاب كما يصفها من قبل القوات الروسية والجيش الروسي من خلال استهدافه للمدنيين هي نفس الرواية التي حدثت بداية الحرب هنا بضواحي العاصمة كييف في مدينة بوتشا وأيضا في الاستهداف الذي مس قبل فترة مركز تجاري أو مركز نعم مركز تجاري في وسط البلاد في منطقة فينيتسا أيضا مركز تجاري في بلطاظا أيضا في شرق البلاد هناك دائما روايتين تختلفان الرواية الروسية تقول بأن هناك عساكر أو جنود والرواية الأوكرانية تقول بأن هناك مدنيين فعليا لكن بحسب شهود عيان وبحسب العديد من الأوكرانيين عبر وسائط التواصل الاجتماعي ففعليا كان هناك عدد كبير من المدنيين لقى حدفهم هذا العدد 25 حال الأقل في يوم أمس وفق ما قال الجانب الأوكراني والسلطات المحلية هناك طيب إلى موسكو محمد سأسألك عن نقطة أيضا مهمة فيما يتعلق بالجانب الروسي موضوع زيادة أعداد الأفراد الجيش الروسي لما الحاجة إلى تلك الزيادة وما السبيل إليها ما هي الآلية التي سيتم بها زيادة أعداد الجيش الروسي كما قال الكريملين أو وزارة الدفاع بالأحرى نعم هو أمر من الرئيس الروسي لوزارة الدفاع التي أعلنت عن هذا المرسوم طبعا الحاجة الحقيقية ربما هي في جعبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن حسب الكثير من المراقبين والمحللين العسكريين فهناك عدة أسباب منها أولا هو زيادة التوتر بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي الحدود المشتركة بين روسيا وحلف الناتو بعد قرار انضمام فنلندا والسويد زادت إلى الضعف هناك تصريحات من سكرتير الأمن القومي الروسي باتروشيف الذي يقول أن ما تقوم به الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتفكيك الهيكل الأمني في تلك المنطقة ولا ننسى بأن لروسيا حدود مع الصين مع كوريا الشمالية وحدود مطلة إلى المحيط الهادئ وإلى اليابان وتلك المنطقة أقل حماية مما هي في هذه المنطقة هنا هذه النقاط أيضا مطروحة وأخيرا وليس آخرا الموضوع في أوكرانيا الآن بعد ستة أشهر عندما سمعنا خلالها أنه قد يكون هناك مفاوضات سلام أو وقف اطلاق النار أو مقايضات بين الطرفين مع بلوغ هذه العملية العسكرية التي تصفها روسيا بالعملية العسكرية أو الحرب عفوا في أوكرانيا ستة أشهر نسمع من أوكرانيا على لسان الرئيس زيلانسكي في يوم الاستقلال من الاتحاد السوفيتي بأنه لن يكون هناك مفاوضات سلام فهي حرب حتى النصر والولايات المتحدة تقوم بإرسال المزيد من المعونات وتعلن عن معونات بقيمة ثلاثة مليار دولار والطرف الروسي أيضا وعلى لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي أو دمتري مدفيدف الرئيس الأسبق لروسيا يقول أنه كثرت التأويلات عن نهاية هذه الحرب ولا يوجد إلا حل أو نهاية ونصف النهاية النهاية الأولى هي أن تقوم روسيا بتحقيق كامل أهداف هذه العملية العسكرية أي تجريد كامل أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية وضمان حياديتها وعدم انضمامها إلى حلف الناتو أو ما سماه بنصف الحل الآخر هو أن يكون هناك انقلاب عسكري ضمن أوكرانيا وتعترف السلطة الجديدة بتحقيق النتائج كامل النتائج التي تريدها روسيا من هذه العملية العسكرية إذن ما يتفق عليه الطرفان الآن هو أنه لن يكون هناك مفاوضات سلام هذا ما سمعناه من الطرفين وأن الموضوع الآن ليس إلى وضع سلام وإنما الحرب حتى بلوغ النصر روسيا تريد هذا النصر وأوكرانيا أيضا تريد هذا النصر ربما في هذا الإطار يأتي قرار زيادة عديد الجيش الروسي شكرا جزيلا لك محمد حسن مرسل التلفزيون العربي من موسكو وأيضا محمد الزاوي في كيام شكرا لكم